وإحنا في شهر التوعية بمرض ممكن يكون ناس كتير عارفة وممكن يكون ناس تانية ما تعرفوش اسمه الفايبروميالجيا هو مرض غامض ممكن لسه ناس كتير ما تعرفوش أو ما تسمعش عنه ولكن اللي ما عرفش هذا المرض فهو ألم مزمن في أماكن متعددة في الجسم بيكون معاه شعور بالإرهاق بيكون معاه اضطرابات في النوم في الزكرة في الحالة المزاجية وساعات فيه كمان صداع وألام فيه المعدة والأعراض غالبا بتبدأ بعد وقوع حدثة ما أو إصابة جسدية أو جراحة أو عدوى أو حتى إجهاد نفسي أو حتى صدمة نفسية هذه الأعراض بتتزايد والمريض ممكن يشك أنه عنده مثلا مرض روماتيزمي أو روماتويد أو حاجة من هذه الأشكال من المرض ولكن بعد كل التحليل وبعد كل الأشعاعات بيتضح أنه لا مش هو ده السبب الأطباء لسه مش عارفين السبب الحقيقي وراء هذا المرض أو إيه العلاج الأكيد له النساء هم أكتر ناس بيصابوا بهذا المرض وللأسف ده يعني الأبحاث بتتكلم عنه والتاريخ العائلي كمان للمرضى بيكون بيوضح يعني لو في حد من الأسرة أصيب بالفايبروميالجيا بيصاب برضو أشخاص آخرين ممكن يكونوا معرضين للإصابة أكتر بهذا المرض أهم حاجة في هذا المرض زي ما بقول حضراتكم أنه بيكون بسبب اضطرابات يعني ممكن تكون الواحد مش واخد باله منها فأهم حاجة أنه يتم التوعية به وخاصة أنه مرض مش واضح مرض لحد دلوقتي مش معروف أسبابه ولكن بيعمل تأثيرات كتير زي وجع المفاصل والقلق والاكتئاب وبالتالي بما أننا في هذا الشهر الشهر التوعية به مرض الفايبروميالجيا أو الألم الليفي العضلي لازم نخلي بالنا لو لاحزنا أنه في أي أوجاع بتحصل ومش معروف لها سبب لازم تكشفه لازم أو لازم تكشفي تحديدا لأنه الستات أكتر إصابة به زي ما قلت لحضراتكم لو لقينا أنه خلاص معروف أنه في حد من أهلنا أو من الدائرة اللي حوالينا عنده هذا المرض لازم كمان نتعامل معاه بحرص وخاصة أنه آه بيبقى فيه مجموعة من الأدوية الطبيب بيوصفها للمريض سواء طبيب مناعة ذاتية أو طبيب روماتزم وروماتويد فلازم ناخد بالنا من هذا الموضوع بيبقى فيه كمان نصيح بممارسة الرياضة بتمرين الاسترخاء وبالتالي خلوا بالكم من نفسكم علشان هذا المرض اللي بيجي كده في صمت وممكن يكون بسبب أي تأثير نفسي وخارجي على حضرتك بينعكس على جزمك بتلاقي أن أنت جزمك مش شايلك وفيش حاجة في الآخر تستاهل كل ده خلوا بالكم من نفسكم